بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمون تريدينج شانيلا مع الحلقة الثانية من كورس التحليل الفني والإدارة المالية تحت عنوان كيفية الإدارة الرشيدة للأموال تتحقق الإدارة الرشيدة للأموال من خلال النقاط الآتية الأولى التنويع ويقصد به تقسيم الأموال على استثمارات مختلفة بهدف تقليل حجم المخاطر ويعتبر التنويع من المبادئ الأساسية في عملية الاستثمار لكن كيف يكون هذا التنويع؟ يكون عن طريق توزيع الخطر على رأس المال وذلك بتنويع محافظ الاستثمار فيما بين أوراق مالية لشركات مختلفة في قطاعات متنوعة وفي أنواع سلع متعددة حسب القاعدة الاجتماعية المعروفة لا تضع البيض كله في سلة واحدة وذلك عن طريق وضع حصص محددة للاستثمار في أنواع معينة من الأصول أي تقسيم الأموال على أنواع استثمارات مختلفة وتوزيعها على فئات متعددة فيما بين استثمارات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل هذه القاعدة الاستثمارية الخاصة بالتنويع مدركة ومعروفة بالفطرة منذ زمن بعيد فنجد الفلاح المصري يعي تماما أهمية تنويع محاصيله الزراعية يشهد على ذلك قوله في المسأل الشعب المصري الرائع على لسان أحد الفلاحين الزرع زي الأجاويد بيشيل بعضه فإن ضعف بعضه في نمائه جاد بعضه على الآخر فيكون مجموعه في النهاية بعد تمام الحصاد مرضيا ومن أنواع الاستثمارات المختلفة التي يمكن للمتداول أن ينوع فيها الودائع البنكية والأسهم والسندات والمعادن النفيسة وغير النفيسة وهذه هي فئات رئيسية أو أبواب رئيسية أما الفئات والأبواب الفرعية أو الجزئية منها فهي للأسهم مثلا أسهم شركات الاتصالات والبنوك والأدوية أو في قطاعات أخرى وبالنسبة للسندات فهي أنواع فمنها السندات الحكومية المحلية والدولية وبالنسبة للمعادن فيمكن الاستثمار في الذهب والفضة والألومونيوم والنحاس إلى غير ذلك إلا أن التنويع في الاستثمارات له أيضا محاذيره أما عن هذه المحاذير فهي موضوع الحلقة القادمة إلى أن أبقاكم لكم خالص صحيات مستر محمد السيد السلموني